إلى جانب التأخر في الحصول على مواعيد في المستشفيات والمراكز الصحية وارتفاع تكلفة الدواء يلقى المرضى مشاكل عدة في الحصول على الأدوية على الرغم من امتلاكهم للتأمينات الصحية التي من المفترض أن تجنبهم دوامة البحث عن الأدوية القلب الأبيض الحبيضة مرض موجود مرض موجود هذه كل يوم أعطونا الدواء المعدة أعطونا الكابسلات للمعدة بيعطونا فموظار فموظار ما بيضي لي مني فنتعلي كيف وهذا يعني لقد بشكل الوضع الصحة أنه ما يأمنون للأدوية أصرع ما يمكن لأنه ما فيه أدوية هون يعني ميجي مني هون يقول لك بيه أدوية وفيه أدوية موجودة وأدوية مش موجودة أصحب حالي بروح يعني مضاد الحية للأطفال هو أهم شيء الأطفال يعني عشنا لأنه مو بنات المستقبل أهم شيء هذا أنا برأيي يعني أمنه أهم شيء للأطفال يعني العلاج أي شيء للأطفال عن طريق الصيدلية بدفع يعني مثلاً 8 دنانير 9 دنانير بعض الأحيان بيكون ده حق الدواء 15 دينار في قترة لأمي جبتها ب45 دينار والله بجوض ضغط الناس لأنه انتعرف أكتر الناس بتيجي على البشير ومستشفى حكومي وطبعاً لأنه فيه التأمينات بتعادل مستشفى البشير ما بتعادل المستشفيات الخاصة فبتطر أنه مي جوهان يعني أكتر الناس واللي معه معه فلوس إلا بنتطر أنه يجع مستشفى البشير بنضطر ناخد روح لشتري يعني ما في بديل فيش بديل يعني غير روح لشتري مشتري وغالي الدواء بره قال كثير يعني هي ستزوجتي أنا هي أربع خمس أدوية لها مش موجودات فبنطوها بديل والبديل ما بيزبطش معها يعني خاصة أدوية للقلب للأعصاب دواء الجلطات عمرات يكون متوفر ومش متوفر مش كل أحيان يعني أنا منيجي الراجع بقول لك مش موجودة ستعالوا بعد شهر تلاقوا متوفر هذا البصير يعني دايما السكر دواء السكر اللي بنواخده القلبز وفي أنواع تانية دايما مش موجودة يعني باجي ثلاثة أربع أسابيع حتى أخذ دواي دايما هلأ بقول لك تعال راجع يوم الثلاثة يعني أنا سكان نعور عم باجيهم يوم الثلاثة لأنه الدواء غالي يعني بقدرش أضل أشتريه من بره لما براجعهم يوم الثلاثة بقول لك تعال الثلاثة الجاي وخيك يعني أنت بتكوني حظك حلو إذا لقيتها ذاك الدواء يعني وبعدين فيه دا أدوية حتى فيتامينات زي البي كومبليك زي من مش موجود كل ست سبع مرات لتخذي مرة شكاوى عديدة من قبل مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية بما يواجهونه عند تلقي العلاج بدءا من الحصول على مواعيد ووصولا إلى الأدوية التي تحتاج أياما وشهور لتوفرها ولا حل يطبق الشهر الماضي ما كان فيه ولا إشي ما بعرف قالوا لسه مش واصلة للشحنة الأدوية عشان هيك تزايا مرة وديتها على المستشفى على البشير مش بحطوا لهاي عشان يقسلوا الكفة بربطوا له إيده عشان يسحبوا له دام رح تجيب له ماء وجيت وروحنا الدار ولسه لهاي مربطة في إيده مليح ما انقطعت إيده كمان وشكيت عليهم عن الفادي عرفتين هان بتكون رابطينها يسحبوا الدم مليح ما تفجرت إيده نقطعت ومش حاسس فيها كمان ووعي كل ندم عمل نضافة كن يشتغل شكيت عليهم والله على الفادي الله لا يسمحهم جيت بتصرف دولة زوجي مسألك البولية بصراحة مش موجودة هلا جاي أشوف إذا موجودة يصرفوا لي شريتها من بره بعشر ليرات وشريت فيتامين بعشر ليرات برضه فمش قادر الواحد يعني يشتري بصراحة فجاي أشوف إذا موجود بصرفوا لي يا إن شاء الله الفلوروليف عشان ابني بيأخذه ونضطر يعني نجي نشتري أو نجيبه من مصر من دولة من بره بططروا علينا نشارد تقلت أربع ساعات لما يحق دور وبلاك ما بتعلج هذا اللي صار معي آه للدواء السكري دائما يكون مش موجود بالعيادات البشير بس لما أراجع دكتور رئيس العيادات بيأمن لي يعني طيني بديل إله آه يعني ما يخليني بروح أني مش مأخذ الدواء معني أجي من مادة بلا هون لا البديل ما بينفع بس إنه بيسلك لحديت الآن مش موجود بس فيه له بديل بس نسبة للي معهم هاشاشة مش دائمة بلاقوها والله يعني هي أختي إلها فترة بتيجي بس مش لاقي أدويتها يعني لو لأينا ما حديسك بشان هي كميلي جيت عنها بس والله ما خليت أوبار ما خليت مزكينات ما خليت حياتي عند الله يا خالتي طيب وكله ما صار يالذات أجيبو أنا ابني والله لعل أوليك وسب عيلتي يا خالتي عند الأيتام كلها وعيلت أنا يا خالتي يسوفي أظلت لك علي يا خالتي والله من يدير الناس بالمستشفى أكمل دواء دموع عجز خالطت مشقة الحياة التي تركت المواطن حائرا كيف له أن يعيش حتى وأبسط حقوقه لا يحصل عليها فإن كانت صحة المواطن أغلى ما يملك لما ضاع أمل إيجاد حل لما يحصل في المستشفيات والمراكز الصحية في أعين المواطنين